موسيقى موسيقى مشينا الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف للنقاش حتى هدنة الساعات القليلة مستحيلة في سوريا فالقرار الأممي 2401 الذي نص على وقف القتال لثلاثين يوما في سوريا لم يكترث له أحد المتناحرون واصلوا معاركهم غير آبهين بغبن المدنيين ولا بتوسلات صالح ولا حتى بنفاق العابثين الأمين الأممي قال بنبرة القانط أن الوضع الإنساني والحقوقي في تدهور فالأزمة التي تدخل عامها الثامنة لا تبدو قريبة من الانفراج اليوم في ملف لنقاش نسأل عن جديد الوضع في سوريا عن أسباب استمرار القتال رغم ترد الوضع الإنساني عن أبرز المتدخلين في الملف السوري وعن أفاق الحل في غياب الرغبة الصادقة في وضع السلاح والجلوس حول طاولة الحوار لمناقشة محاوري هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ والعلو نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية أهلا وسهلا بكم دكتور مساء الخير وشكرا على استيضاء يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا أهلا بكم دكتور أبدأ معكم لماذا هذا التطاحن في الغطة الشرقية رغم أنها تدخل في منطقة خفض التسعيد الغطة الشرقية 400 ألف نسمة الغطة الشرقية الآن تعيش مأساة ويمكن أن نقول أن سوريا بكاملها هي مأساة القرن بعد ما جرى في حمص في حلب في كل القرى وكل المدن السورية من ضمار ومن تقتيل ومن مواجهة عسكرية بين الطرفين الآن غطة الشرقية تستغيط ولهذا نعيش الآن مأساة حسب معطيات المرصد الوطني وكذلك معطيات هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 1200 قتيل سأعود إليك حالا دكتور يتحدث دكتور ولعلو عن 400 ألف نسمة في الحقيقة أصبحت كذلك عندما خرجت المنطقة من سيطرة النظام السوري كانت في 800 ألف نسمة هل هناك ربما تخطيط لتغيير جغرافية المكان وربما توجه السكان؟ أكيد لأن ما يجري حاليا في الغوطة هو عبارة عن استراتيجية متكاملة المعالم استراتيجية هدفها الأساسي وتهجير السكان وتغيير المعطى الديمغرافي في المنطقة ما الذي يميز المعطى الديمغرافي في المنطقة؟ ما يميز المعطى الديمغرافي أن حاليا الغوطة والتي حشد لها النظام السوري حوالي 80% من مجهوده العسكري سيكون مصيرها نفس المصير الذي آلت إليه حاليا في سنة 2016 وهو تغيير البنية الديمغرافية وتهجير السكان وإعادة إعمارها من قبل عائلات الميليشيات الشيعية التي تدعم النظام بشار الأسد ثم كذلك فهي تدخل دائما في إطار استراتيجية كما قلت وخصوصا استراتيجية الشيعية الإيرانية وهي إقامة حزام شيعي يحيط بدمشق وسيكون فيما بعد هو السبيل للوصول إلى ميناء اللادقية التي تخطط له إيران لأن يكون لها موقع قدم في البحر الأبيض المتوسط لذلك فالغوطة بكل حمولاتها خضعت لعدد من المراحل التي حاول النظام السوري بتنسيق مع القوات الروسية لوضعه على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تبتدئ بالقصف العشوائي والمكتف لضحض قوى الدفاع في المنطقة خصوصا جيس الإسلام وهيئة تحرير الشام ثم في المرحلة الثانية قصف المشتشفيات وأماكن الملاجئ والكهرباء والمياه لجعل استحالة العيش في المنطقة حتى يصل إلى المرحلة الثالثة وهي إقامة معابر آمنة يتحكم فيها النظام والميليشيات من أجل تصفية ما بقية من ساكنة الغوطة الغوطة الشرقية كذلك دكتور والعلو هي من أكبر المناطق المحصنة للمعارضة قرب العاصمة دمشق هذا معطى له حساباته السياسية كذلك ما هي هذه المعارضة التي هي موجودة في الغوطة ولماذا هذا القصف الجهنمي ضد هذه المنطقة حسب دمشق وروسيا الغوطة وما يجري في الغوطة ضروري لحماية دمشق من قصفها من طرف المجموعات المسلحة المتطرفة حسب دمشق فالغوطة الآن هي تمثل 60% من أراضيها هي تحت سيطرة دمشق تحت سيطرة الجيش السوري بتعاون مع 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 الروسيا ولكن الكل يرى بأن ما يجري في الغوطة هي عملية ضد التطرف ضد الإرهاب والكل في هذه المنطقة في سوريا وفي العراق وفي تركيا الكل يناشد بمحاربة الإرهاب الدولي ولهذا صعب أن تكون هناك معطيات لهذا الطرف أو لطرف آخر بدون أن نحلل من جهة سوسيو سياسية أو جيو سياسية المنطقة بكاملها بتدخلات عدة دول وفيها الجانب الطائفي والجانب المذهبي والجانب كذلك المعركة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وعجل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على فرض وقف إطلاق النار وسنرى فيما بعد كل ما قامت به الأمم المتحدة مع الأسف لم تطبق تلك القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن فيما يخص وقف إطلاق النار ومد المساعدات للمدنيين الآن نعيش تراجدية جديدة في تلك المنطقة التي الآن غطى وقع تقسيمها إلى ثلاث شمالا جنوبا وشرخا وبجانب تلك المنطقة هناك مدينة دوماء التي هي من أكبر المدن في تلك المنطقة والتي هي الآن نقطة تجميع كل اللاجئين أكثر من خمسين ألف نسمة خرجوا من تلك المنطقة مرورا بالقرى وتحت القصف اليومي إلى مناطق إما تحت سيطرة المعارضة الحالية أو لا تحت سيطرة الجيش السوري إذن هناك مأساة كما قلت مأساة القرن هي التي مع الأسف مشاهدها في سوريا وفي بعض المدن منها الغطى وفيما قبل كانت حلب ما زلنا نتحدث عن الأهمية للسراتيجية لهذه المدينة نتحدث عن قربها من مطار دمشق نتحدث كذلك عن أهمية هذه المدينة للوصول إلى محافظة سوداء ودرعة باتجاه جنوبا إلى الأردن وباتجاه الحدود الشرقية إلى العراق ولكن يجب أن نتحدث كذلك عن أصناف المعارضة الموجودة في الغطى الشرقية المعارضة متناحرة كذلك داخل هذه المدينة أكيد أولا فالغطى لا تبعد عن دمشق إلا بعشر كيلومترات ثانيا كذلك فالغطى هي من أغناء المناطق ليس فقط في سوريا بل في الشرق الأوسط لأن بساتين الغطى هي التي تمد كامل التراب السوري بالمواد الغذائية وكذلك ما تحتاجه والفواكه إلى غير ذلك ثم نفسي كذلك فهناك أهمية أخرى ربما لا تخطر على بال أحد وهي أنها مقر لعدد من المقامات والمزارات الدينية هناك مقام سيدة زينب ثم هناك كذلك مقام عدد من الصحابة والمزارات والصحاب المدفونين في هذه المنطقة إذن هناك طمس كذلك لتريخ المنطقة أكيد لأنه هناك كما قلت هناك محاولة إقامة حصار شيعي على المنطقة وكذلك فيما بعد لأنه بدأ النظام بمنطقة بحلب ثم الغطى وسيتبع كذلك اليرموك حتى يتم إحكام الحصار على المناطق السنية وفتح المجال أمام الطائفة الشيعية لكي تبين ما تم القيام به في العراق سيتم القيام به في سوريا وأن يكون هناك تواجد طائفي كثير وكتيف في هذه المنطقة ثم أكثر من ذلك فما يتم التخطيط له في الغوطة أبعد من ذلك بكثير لأن هناك تدخل لعدد من القوى الإقليمية في المنطقة هناك تركيا في الشمال ومنطقة عفرين وهناك الولايات المتحدة وباقي دول التحالف في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي المدعوم والمشكل من الأكثرية الكردية وكذلك بعض القبائل العربية واليزيديين ثم هناك التحالف السوري الروسي الإيراني وبالتالي فكل واحد يحاول أن يتمركز في منطقة ويدافع عن مصارحه ويعمل على التحضير لمستقبل المفاوضات حتى يأخذ كل نصيبه من كعكة الأزمة السورية لذلك المعارضة الموجودة في منطقة الغوطة هي تتكون من هيئة تحرير الشام وجيش الإسلام ولا ننسى بأن خصوصا جيش الإسلام فقد تطور وحصل على عدد من الأسلحة المتطورة بما فيها منظومة صواريخ كسبها من الجيش السوري لذلك فهو يتوفر على رزنامة مرتبطة بتوجهاته وكذلك يتوفرون على أسلحة استراتيجية تمكنهم من كسب الفارق في هذه الأزمة اللغوطة الشرقية تعرضت في سنوات الماضية دكتور إلى 46 مرة بالهجوم الكيميائي لماذا استعمال هذا السلاح بالضبط في هذه المناطق؟ لحد الآن كثير من الأوساط تتكلم عن استعمال الأسلحة الكيميائية من طرف النظام السوري روسيا تقول لا تنفي ذلك بشار الأسد يقول لا ينفي ذلك هناك بعض التقارير من هيئة الأمم المتحدة تؤكد استعمال تلك الأسلحة الكيميائية علما بأن هناك اتفاقيات تهم الأسلحة النووية حضر الأسلحة النووية منذ 1993 صادقت عليها أكثر من 128 دولة وسوريا لم تصادق على تلك الاتفاقية إسرائيل قد نكذب الكلمات ولكن الصور لا يمكن تكذبها وقد شهدها العالم إن كان هذا العالم ما زال يكتسب ضميرا إنساني مع الأسف ليس هناك حجاج دامغة لتأكد من استعمال تلك الأسلحة النووية وإن كان كثير من الأوساط كما قلت نتذكر أن الأدلة كانت موجودة ونتذكر الخط الأحمر الذي تحدث عنه باراك أوباما ثم توصلوا إلى اتفاق لسحب الأسلحة الكيميائية وهذا ما يتذرع به في الكثير من الأحيان النظام السوري ويقول أنه لا يملك أسلحة كيموية والآن يتم الحديث عن وجود أدلة دامغة لتوفر المعارضة على هذه الإصلاحة الكيميائية ونحن نتساءل اليوم ونساءل ضمير الإنساني أين هي الحقيقة؟ الحقيقة في الميدان هناك تضارف في التقارير وروسيا ودمشق تأخذ تجربة ما جرى لصدام حسين أن أمريكا كانت تتحدث كثيرا عن أسلحة الضمار الشامل وبهذا القرار بررت تدخلها في مارس 2003 في العراق والآن نعرف ما جرى في العراق كارثة عظمى دمار هائل في العراق وفيما بعد كانت هناك تقارير تكذب ما قالته السياة الأمريكا إذن نحن أمام عدة معطيات وكباحث أنا أستعمل كل معطيات لفهم ما يجري في سوريا من هذا الطرف ومن الطرف الآخر بدون أن أكون منحازا منحازا للإعلام الغربية الذي يهيمن على الساحة الدولية ولكن ضروري أن تكون هناك معطيات من كلا الطرفين لفهم ما يجري كباحث وكمهتم بالعلاقات الدولية ضروري أن ننصد لكل الأطراف حتى لا نبغى واضح تماما مرحلة تثبيت تريد أن تعلق مقدات الساحة الدولية كما قال الزميل فليست هناك أدلة لكن ليست هناك إرادة حقيقية للمنتظم الدولي هناك أدلة وهناك القرار الأمام 22009 الذي أدان النظام بشار الأسد باستعماله لأسلحة الكيموية غاز سارين وغاز الأعصاب استعمل في الغوطة سنة 2013 في أول أم واستعمل كذلك في حمص واستعمل في صراقب واستعمل في عدد من المطل هناك هجمات كيماوية بالعشرات في المطل ما لا يتوفر في المنتظم الدولي هو الإرادة الحقيقية لأنه لا ننسى بأن روسيا هي قوى عظمى وتتوفر على حق الفيط وبإمكانها أن تندد بأي قرار أممي لا ننسى كذلك تصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن ورعد الحسين الذي أكد بأن لا النظام ولا كذلك المعارضة استعمل أسلحة كيماوية وبالتالي فاستعمال هو موجود لكن إلى أي حد يمكن المنتظم الدولي أن يتورى في وجهاته الأسلحة وخصوص أن المدنيين هم الذين يدفعون تمنى هذا الاستعمال طيب مراحل أريد أن ننتقل إلى نقطة مهمة تتعلق بمناطق النفوذ هل ثبتت إلى الآن في سوريا وتتذكر معي دكتور كيف أن المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية كيف وجهت صفعات مؤلمة للمحاربين من كل الأصناف وتواجهات مناطق النفوذ هي واضحة لكنها تتغير باستمرار تتغير بالنسبة إليك تتغير لأنه تنظيم الدولة الإسلامية كان يسيطر على أكثر من 50% من تراب السوري حاليا لا يسيطر سوى على 12% وخصوصا في منطقة البوكامال القريبة من الحدود العراقية القوات تحالف ومدعومة من الولايات المتحدة والتي تمول الحزب الديمقراطي الذي توجد وحدات حماية الشعب الكردية هي أكبر فرقائه موجودة في مناطق معينة وتحاول قدر الإمكان ذلك ما كنت أقول بأن هناك استراتيجية وكل طرف يحاول أن يحاول استراتيجيته القوات الكردية السورية تحاول قدر الإمكان بناء فديرالية مع أكراد العراق والرغبة الأولى هي في الأفق تأسيس دولة كردية تأسيس دولة كردية وهذا ما تدعو إليه وتعمل الولايات المتحدة عليه أن تتم تقسيم السورية إلى منطقتين منطقة علوية بقيادة بشار الأسد وحاليا لا أحد أصبح يطالب بتنحية بشار الأسد والمنطقة الثانية كردية حتى يكفر الغرب عن الخطأ الذي ارتكبه عند اتفاقية سيكس بيكو عندما أزاح الأكراد وقسمهم إلى مناطق نفوذ لخمسة دول هي سوريا وإيران وتركيا وأرمينيا وكذلك الإيران وبالتالي فتحاول قدر إمآة بناء هذا التحالف ثم هناك منطقة أخرى مهمة وهذا ما دفع تركيا إلى التدخل في منطقة عفرين أنها تحاول كسر هذا التخطيط استراتيجي للأكراد بنزع منطقة عفرين وصنجار حتى لا تدخل في إطار هذا التحالف الفيدرالي ثم هناك كذلك قوات بشار الأسد المدعومة من الميشيات الإيرانية هل تتحدث عن المناطق الشيعية عن المناطق الكردية وماذا سيفعلون بالسن؟ هي المنطقة التي يدافع عنها حاليا بشار الأسد لكنها سيتم ابتلاعها من طرف الميليشيات الإيرانية وحاليا قوات بشار الأسد تسيطر على أزيد من 50% من تراب السوري بدعم من روسيا هل تتحدث وكأن هناك اختلاف بين بشار الأسد وإيران؟ لا ليس هناك اختلاف ولكن نظام بشار الأسد لا يعي خطورة تحالفه مع القوات الإيرانية أهمه الأساسي هو الحفاظ على كرسي الحكم حتى وإن كان على أنقاض سنية الدولة السورية لذلك فهو لا يعي بأن هناك مخططا خفيا لإيران محاولة الإحاطة بكل المناطق التي تسيطر عليها هناك حاليا في العراق أصبح تقريبا شبه شيعيا وشبه إيرانيا هناك الجنوب اللبناني بحزب الله هناك اليمن بقيادة الحوتيين ويبقى الدور على سوريا وما تقوم به إيران خصوصا وأنها دائما تضع في أجندتها الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال محافظة ديالة ومحافظة صلاح الدين ثم الوصول إلى منطقة سنجار ثم سيكون ذلك أداة لوصولها إلى البحر الأبيض المتوسط والاستقرار في مدينة اللاذقية ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا همها الأساسي وهو أمن إسرائيل في المنطقة ثانيا تزويد الاقتصاد الأمريكي بالنفط العربي ثالثا أن تكون حاضرة في تلك المنطقة لأن هناك روسيا ومنذ أن برز بوتينغ في الساحة الروسية وتدخل روسيا منذ 2015 تدخل عسكري واضح بجانب بشار الأسد اتضح على أن هناك تحديات في تلك المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى المنطقة خلال الحرب العالمية تانية بعد أن كانت خاضعة لفرنسا ولبريطانيا على أساس سايس بيكو 1916 الذي قسم المنطقة إلى نفوذ فرنسي ونفوذ بريطاني ثم تأسست المملكة العربية السعودية على أرض نجد وعطيت العراق والكويت لبريطانيا نعود أترك إلى الحل والسوريا ولبنان إلى فرنسا إذن ما يجري الآن في المنطقة هو إعادة ترسيم الخريطة في تلك المنطقة هدفه الولايات المتحدة الأمريكية إذن بنسبة إليك هو إنشاء دول طائفية لتبرير يهودية إسرائيل وإضعاف كل الدول العربية تذكر كيف كانت العراق مع صدام حسين الجيش العراقي كان أرجوك موضوعنا عن سوريا أرجوك كانت تاني قوة عسكرية في المنطقة موضوعنا عن سوريا سوريا بتقليها السياسي والإيديولوجي وحزب البعث واحتضانها لكل المنظمات الفلسطينية ودورها في القضية الفلسطينية جعل من سوريا تحت الموقع استراتيجي روسيا لها قاعدة بحرية مهمة تطل على البحر الأبيض المتوسط ومنها إلى أوكرانيا ومنها إلى روسيا هذا هو المنفذ الوحيد لروسيا فيما يخص البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وحلف الناطوم بتواجد عسكري كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط إذن هناك مصالح استراتيجية كبيرة هي في معادلة صعبة والتحليل دائما يكون يأخذ بعين الاعتبار كل المتدخلين من إيران من تركيا من المملكة العربية السعودية من قطر من الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية روسيا وفرنسا إذن هناك تدويل التوتر القائم في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن أن نفهم ما يجري في سوريا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات لفهم ما يجري في المنطقة وفي سوريا بالضبط أعود أذكر أن سوريا 80% من سكانها قبل 2011 قبل اندلاع التورة السورية كما يقال 80% سني ولا علاقة لها منطقيا بإيران ولكن تواجد إيران بجانب بشار وتواجد حزب الله بجانب بشار يرجع إلى تلك المعارضة السورية التي كانت معارضة سياسية تجمع بين تقدميين علمانيين حركات إسلامية شيوعيين أكراد إلى معارضات فكل الدول كانت ترغب في أن تكون لها معارضة سوريا لتضغط على بشار للإطاحة بنظام بشار ولكن الأحداث غيرت تلك المعطيات وأصبح التناقض الرئيسي ليس هو بشار أو سقوط نظام بشار بل الحرب ضد الإرهاب الدولي ضد داعش علما بأن جبهة النصرى كانت مدعمة من بعض دول الخليج فأصبحت كذلك ضمن المعادلة فيما يخص محاربة الإرهاب وهي الآن موجودة في الغطا الشرقية بجانب الحركة الإسلامية المسلحة أنا أحب لغوصفية تفاصيل هناك اليوم مبادرة فرنسية مطروحة على طاولة لإخراج 2400 مقاتل من الغطا الشرقية وبذلك رفع اليد عن ضرب هذه المنطقة وحماية المدينة لماذا تبدو هذه المبادرة كذلك عصية على التنفيذ هي مبادرة ليست عصية لأن هذا ما يرغب فيه النظام وما ترغب فيه القوات السورية الروسية وهو العمل على إخراج المقاتلين وإضعاف النمو الديمغرافي في تلك المنطقة من أجل إعادة إعمارها أو إعادة توطين عوائل الميليشيات التي تدافع أو تعمل لصالح بشار ولكن قبل ما تأخذ فرنسا هذه المبادرة كانت مقترحة من جبال تحرير الشهر أكيد لأنه دعيني أوضح معطى مهم جدا روسيا عندما وضعت يدها على سوريا تتقدم دائما في إطار الحوار وفي إطار المفاوضات التي هي كثيرة وكثيرة جدا إما في جينيف إما في أستانا إما في فيين وإما في سوتي وتصرح بأنها مع الخيار السلمي لحل النزاع ثم ما تلبت عندما تجد بأن المنتظم الدولي غير معني في بعض الحالات غير معني المنتظم الدولي بما يقع في سوريا لذلك فهي تلجأ إلى استخدام العنف والعنف القوي جدا وخصوصا أنه حاليا يتم قصف حتى التحصينات التي للملاجئ لذلك فوجدت روسيا نفسها في وضعية راحة مهمة جدا لماذا؟ لأن هناك استراتيجية استراتيجية الروسية في سوريا تلعب على عدد من الأهداف وهي استراتيجية أولا لا ننسى بأن روسيا إبان الحكم الشيوعي كانت تتوفر على قاعدة بحرية وهي طرطوس ولازالت تحافظ عليها وهي كانت المدخل الأساسي لتمركز القوات السورية الروسية في المنطقة ثم لا ننسى كذلك بأنه حاليا روسيا تبحث عن ذلك المجد القديم الذي اندتر مع انهيار النظام الشيوعي وبالخصوص مع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها منظومة الدولية وبزعامة الولايات المتحدة بعد ضمها لمنطقة شبه جزيرة القرم ثم لا ننسى كذلك بأنه هذا دائما في أدبيات الحروب أن النظام عندما يجد نفسه محاصرا بمطالب اجتماعية مع الحصار الاقتصادي ومع انهيار أسعار البترول لا بد من إلهاء الشعب إلهاء الشعب عن طريق الحرب واستعمل بوتين وتزايدت شعبيته عندما دخل إلى سوريا وعمل على فرض سيطرته على المطقة ثم مسألة أخرى أكيد أرجوك مضطر أذهب إلى فاصل وأعود إليك مباشرة بعد الفاصل نرجو أن تتفضلوا بالبقاء أهلا بكم مشددا معنا مشددا كنا نتحدث عن مقاصد النظام الروسي من تدخلي في هذا الوحل وكنت تتحدث عن أبرز النقاط التي يسعى إلى تحقيقها قلت بأنه محاولة استرجاع بوتين لذلك الزخم المرتبط بالدعم الداخلي خصوصا في دل انهيار أسعار النفط وكذلك العقوبات الاقتصادية بعد ضمه لشبج جزيرة القرم ثم كذلك المحاولة الحفاظ على المناطق الاستراتيجية في المنطقة وخصوصا ميناء طردوس ثم مسألة أخرى مهمة جدا أن النظام بشار الأسد هو الحليف الوحيد المتبقي لنظام الروسي خصوصا بعد انهيار حكم معمر القدافي وانهيار حكم صدام حسين وبالتالي لا عن النظام الإيراني لا النظام الإيراني فيما بعد لكنه يحاول قدر الإمكان تمسك بنظام بشار الأسد لأنه سيقوي وضعيته في منطقة الشرق الأوسط ثم مسألة أخرى أساسية ومهمة جدا هناك حقد روسي على الحركات الإسلامية وهو يعاني منذ أزمة الشيشان سنة 1990 من هجمات متعددة فوق الأراضي الروسية ثم مسألة أخرى أساسية ويربما تغيب عنها واستعمالات الولايات المتحدة في قصفها واحتلالها للعراق وهو الدعاية لمنظومتها المرتبطة بالأسلحة فيتم تجريب عدد مهم من أنواع الأسلحة استراتيجية القادفات الصواريخ أرض جو جو أرض إلى غير ذلك وهذا سيشكل هي في حملة ماركوتينج طبيعة لأن الحرب هي حرب ماركوتينج والمركبات الصناعية العسكرية تزدهر عندما تكون هناك حروب والحروب هي المدخل الأساسي للتجارة في كل شيء لأنه يتم التجارة في كل شيء بما فيها الاتجار بالعنصر البشري لذلك فالحرب بالنسبة لروسيا هي مثل ملقذ لنظام بوتين من أجل العمل على إعادة صورته خارجيا طيب هناك هناك مفاوضات جناف هناك أستانا هناك سوتي هناك مسار سياسي بالموازات مع مسار ربما النقاط المتعلقة بالتقنيات على الأرض لماذا كل هذه التحركات تفشل إلى الآن تحركات كلها لابد أن تكون ضمن مفاوضات جدية أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية روسيا إيران وكذلك هيئة الأمم المتحدة إذا صح التعبير باسم المنتظم الدولي فكل هذه المحاولات مع الأسف وكل قرارات التي صدق عليها مجلس الأمن ما عدا قرار 2013 الذي كان موضوعه الأسلحة الكيموية وقد تدخلت روسيا وتم صفحة تلك القضية وتراجع بارك أوباما عن تدخله العسكري وفرنسا كذلك تراجعت في وقت فرنسوا هولند عن تدخلها العسكري وتم تلك الصفحة هذا هو القرار الذي كان قرارا مجحا طيب كيف نفهم دكتور بأن الدول التي تتسبب مباشرة في محنة الشعب السوري هي الدول التي تحاول أن تجد حلا سياسي مع الأسف إذا أخذنا روسيا روسيا منذ بداية الطورة السورية 2011 انتظرت ثلاث سنوات قبل تدخل العسكري مباشر 2015 وبوتينغ قد انتهز الفرصة تاريخيا لرجوع روسيا إلى المنطقة الشرق الأوسط بعدما كانت تحت الهيمنة الأمريكية بصفة عامة وهو يأخذ ما جرى في ليبيا ما جرى في ليبيا وقع تدخل فرنسي وتدخل بريطاني عيام ساركوزي نعود أرجوك أنا أسألك لماذا الدول كيف يعقل أن الدول التي تساهم مباشرة تخوضه حربا مباشرة في الأرض السورية ويمكن أن ترعى مفاوضات للسلام هذه سخرية القدر هذه مع الأسف كل الدول لها مصالح وهي تغير تحالفتها حسب تنقضات حسب ميزان القوى وكل تدخل عسكري إلا وله نتيجة لتغيير ذلك الميزان القوى لتكون هناك قوة تفاوضية أكبر في تلك المفاوضات إذن دائما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا دائما تفاوض تنادي بالحل السياسي الآن إطاحة نظام بشار ليس هو تنقض رئيسي في تلك المنطقة الإرهاب الدولي القضاء على داعش في العراق ثم في سوريا الأكراد له مشكلة مع الأتراك والأتراك تنقض رئيسي هي هي القضية الكردية حتى لا تكون هناك دولة كردية وكل هذه المعطيات متداخلة وكل تحليل لابد أن يأخذ كل هذه المعطيات لأن تحليل صعب والوضعية صعبة ولكن أظن بأن الحل هو حل سياسي ببشار كجزء من الحل وليس كجزء من المشكل هذا رأيك الخاص هذا رأيك الخاص وكذلك جميع الأطراف المتداخلة منها السعودية منها تركيا منها إيران الآن الكل يرغب بحل سياسي ممكن أن يبقى بشار لمرحلة انتقالية للذهاب إلى الحل السياسي النهائي أي تنظيم انتخابات نازيهة تحت رعاية دولية لتغيير المشهد السياسي في سوريا وإحداث نظام ديمقراطي في سوريا كما يرغب كثير من المتدخين في تلك المنطقة عندما نتحدث عن النظام السوري ونتحدث عن المعارضة ربما من سخرية القدر أن نتحدث عن المعارضة وهي معارضة متطاحنة كذلك من يمثل المعارضة اليوم وما السبيل ربما لتوحيد الصفوف على الأقل لا ننسى أنه عبر التاريخ وفي كل المناطق التي كانت فيها العاصمة الدولة الإسلامية كانت هناك تعدد الإثنيات والطوائف في العراق وفي سوريا وفي مصر وبالتالي فتعدد الطوائف سيجعلها في حالة سقوط النظام في تناحر لأن كل طائفة أو إثنية تحاول البحث عن نصيبها في الدولة بعد انهيار النظام السياسي الذي كان مفرود طيب اليوم دكتور ما هي أبرز مكونات المعارضة السورية؟ المعارضة السورية هي كبيرة وكبيرة جدا نلاحظ مني أن هناك عدة مشاكل شاهدناها وقرأنا عنها في مفاوضات أستانا مثلا في سوتي كان هناك تناحر بين المعارضة قبل أن يكون مع النظام هناك معارضة إسلامية متطرفة جبهة النصر التي أصبحت فيما بعدها التحرير الإسلام وهناك جيش الإسلام وهناك معارضة كردية في الحزب الديمقراطي المدعوم من طرف الولايات المتحدة والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي أبرز مكوناته والتي تحالفت مع قبائل عربية من سخرة القدر أن تحالفت مع قبائل عربية سنية ومع اليازيديين في منطقة سنجار ومنطقة كوباني وهناك معارضة أخرى في مدعومة من بعض الدول العربية لا داعية لتسميتها وهناك عدد من المكونات وهي كثيرة جدا عندما حاولت البحث عن المعارضة وجدت بأنها عشارات الحركات التي تتبع إما إسلاما سنيا متطرفا إما إسلاما سنيا معتدلا إما شيعيا إما تكوينا طائفيا كماليازيديين إلى غير ذلك العلويين لأننا عندما نتحدى الدكتور إذا ستفضلت وسمحت لي النظام السوري يقاتل المعارضة ولكن المعارضة تقاتل المعارضة كذلك وتقادل سوريا وتقادل الكلية تطحن على الأرض السوري بالحال لأن هناك لذلك وجب التنوية أن المعارضة ليست علاقة برجل الواحد وهي متقاتلة كذلك وهذا ما لا يصب في صالح المعارضة لو اتحدت المعارضة لا تم القضاء على نظام بشار الأسد وبشار الأسد استغلت الممويلون مختلفون الأهداف مختلفة كذلك هذا يرجع إذا سمحت إلى تأسيس تلك المعارضة في بدايتها كانت معارضة سياسية تنادي بالديمقراطية تنادي برحيل بشار وبانتخابات ديمقراطية ليس في تأسيلها المطالب خرجت اجتماعية وتأسيس المعارضة لم يتم على هذا دكتور كانت هناك مظاهرة فيها أطفال فيها مطالب اجتماعية كما جرى في تونس وفي القاهرة وفي ليبيا إلى آخره ولكن تطورت تلك المعارضة وتم إدماج كثير من الأطياف كانت معارضة لحزب البعث ولبشار منهم برهان غليون الذي هو في أستاذ في صوربون في باريز وله توجه ليبرالي علماني وهناك شيوعيين وهناك أكراد كانوا في المنفى إذن كانت معارضة أولا سياسية ثم بعد تطور الأحداث والصراع أصبح صراعا عسكريا تطورت تلك المعارضة إلى معارضة تنادي بتسلح وهنا تأسس الجيش السوري الحر وهو الذي أصبح يهيمن على تلك المعارضة المعارضة حاليا هي معارضة مع الأسف منقسمة كثيرا فيها كل هذه الأطياف فيها الليبراليين فيها الديمقراطيين فيها الأكراد فيها الحركات الإسلامية فيها المتطرفين فيها النصرة ذلك صعب أن تتحدث بصوت واحد صعب لأنه من يمويل تلك المعارضة كل دولة في المنطقة لها معارضتها كما يقال وطبيعا تكون هناك إشكالية المخاطب الوحيد مع الأسف لم يوجد مخاطب وحيد هناك معارضة كوسمو بوليد كما يقال وكل يلغى بخطابه السياسي إما متطرف خطاب تكفيري خطاب جهادي خطاب سياسي ينادي بالانتخابات وبالديمقراطية ولو مع بقاء بشار إذن هناك مشكلة عند المعارضة السورية الشيء الذي يجعل أن نحتل المفاوضات مع الأسف مع من المفاوضات نحن رأينا أن أخيرا كانت 300 عنصر من تلك المعارضة ولكن المعارضة الإسلامية المسلحة التي لها حضور في الميدان كانت غائبة لأسباب نعرفها جميعا إذن المبتغى وهو أن تكون هناك كما قال الأستاذ إرادة سياسية على الصعيد الدولي لإنهاء هذا التوتر ولكن عبر مفاوضات كما هو الحال في كل التوترات وهذا عشناه في كل الدول التي كانت لها مشاكل إما مع المستعمر أو غيره دائما مفاوضات سياسية ولكن الكل حاليا يرغب أن يكون مفاوض بقوة تفاوضية أن يكون حاضرا في الميدان والحضور بالميدان يكون بالتدخل العسكري وليس بالخطاب السياسي الحرب التي اندلعت في سوريا لم تحقق بعد مبتغاها لذلك من الصعب أن تتهي اليوم أنت تعرف ذلك أحسن مني دكتور أولا تكلمت عن المعارضة والمعارضة كما قال الزميل هي بدأت بمطالب اجتماعية ثم مطالب سياسية وعندما لمستجب النظام لأصوات هذه المعارضة تم احتواؤها من قبائق قوى إقليمية وتغيرت مطالب هذه المعارضة من مطالب اجتماعية وسياسية وديمقراطية إلى مطالب بإسقاط النظام ثم تغيرت موازن القوى عندما تدخلت روسيا ولم يعد أحد يطالب بإسقاط النظام بما فيها تركيا ومما فيها الولايات المتحدة الأمريكية إذن فخصوصية النزاع وخصوصية المعارضة وتدخل القوى الإقليمية جعل من هذه المعارضة أن لا تتحب لماذا؟ لأن الممويلين وطرق الاحتواء هي كثيرة جدا وبالتالي سوف لن تلتحم المعارضة إلا بالتحام المتدخلين مطالب تركيا ليست مطالب إيران ومطالب الولايات المتحدة ومطالب روسيا ومطالب الإمارات أو العربية السعودية إذن فعندما تتحد هذه الدول وفق صيغة معينة أو خارطة طريق لحل الأزمة السورية آنذاك يمكن للمعارضة أن تلتحم مع هذه المطالب لكن مدام الممويل له وجهة نظر معينة في الأزمة فأكيد بأن من يحصل على التمويل سيعمل على الرضوخ لفكرة ممويلة ما زال الرهان على تهجير السكان لأنه يبدو أن المتدخلين في الشأن السوري ربما انطلقوا من معطيات غير واضحة تماما دكتور والحقيقة الميدان كذبت ذلك أكيد لأن هذا ما أشرت إليه في البداية هناك خطة معينة تعمل على تهجير الساكنة الحقيقية للمناطق التي تمت السيطرة عليها خصوصا من قبل النظام بشار الأسد وما جرى في حلب لماذا لم يتم تسهيل خروج المدنيين مثلا وكأن الرغبة أكيدة في قتلهم وإنهام عن بكرة أبيه هناك ما يسمى في الحرب بالإفزاع أو الرعب أكثر من هذا الرعب أكثر من هذا وطبق في مناطق كثيرة وكثيرة جدا ما قامت به الولايات المتحدة في عدد من الرمات خصوصا في الفلوجة ولازمنا نتذكر ما قامت به وما تقوم به القوات الشيعية العراقية أو التحرف الشيعي في الموصل هناك الرعب هناك العمل على إفراغ الساكنة من المنطقة ولكن مثلا في الغوطة الشرقية هناك حصار منذ خمس سنوات ونعرف الظروف الصعبة جدا التي يعيشها أهلنا هناك لماذا لم يتم مثلا تسهيل خروج هؤلاء المدنيين وتم محاصرتهم والضغط عليهم بهذه الطريقة ما دمت الغاية الكبرى هي تغيير النمط الدمونات ولكن وفق استراتيجية لأنه عندما يتم تهجير السكان فسيظهر بأن هناك رغبة في التهجير لكن سيتم وفق رؤى معينة تخذ بعين الاعتبار دور المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان وأن الأمر يتعلق بسلاح أو بحرب أهلية فيهن أن الأمر يتعلق برغبة في القضاء على النمط الديمغرافي في المنطقة وتهجير سكانها شيئا فشيئا حتى لا يتظهر القوات السورية المدعومة من روسيا بأنها بالفعل لا هدف أساسي وهو تغيير الكتفة السكانية في هذه المناطق أكمل إذا سمحت صعوبة ما يجري في الغوطة الشرقية أن المجموعات الإسلامية التي تنعتها دمشق بالإرهابية وهي متواجدة ضمن السكان ليس هناك حرب جيش ضد جيش هناك حرب عصابات هناك حرب مدن هناك إحساء يقول بأن هناك 2500 مقاتل مسلح اليوم تحل الغوطة وهناك مبادرة لإخراجهم ولكن الدول الغربية المتدخلة في شأن السوري ترفض خروجهم هناك متواجدين مع السكان في الساكنة هناك من يتعاطف مع الحركات الإسلامية هناك حاضنة تقصد حاضنة وهناك مدنيين ليس لهم موقف هم ينتظرون أن يخرجوا من تلك المنطقة الجهنمية فأخيرا ما ما جرى وعندما تخرج من الغوطة الشرقية إلى أين ستنتجه؟ يذهبون إلى دومة ولكن لاحظ معي أنه في منطقة حرب مثل سوريا لاحظ معي دكتور أنه ليست لديك الحرية في التنقل نحن نتحدث عن تغيير نمط ديمغرافي في منطقة يراد لها التقسيم الطائفي لذلك في الخروج عندما اكتفض للأستاذ فهو يتم وفق أجندة معينة باتجاه مناطق بحد ذاتها نحن نتحدث عن مناطق تقسيم النفطة ما جرى آخرا هو اتفاق روسي بوساطة أممية تم إخراج ألف مقاتل مع عائلتهم وأسلحتهم الخاصة ليس الدبابات فالأسلحة الخاصة للدفاع عن النفس إلى أين؟ إما إلى مناطق خاضعة للمعارضة بشمال سوريا والحدود التركيا وهذا مشكل لأنه آخر ضروري أن يكون هناك ملجأ لتلك الحركات المسلحة كانت في أفغانستان جاءت إلى العراق داعش تأسست في العراق 2006 ثم استولت على 60% من سوريا أخذت تتكلم عن دولة إسلامية في العراق وفي الشم هو اسم داعش الآن هناك تراجع هذه القوة قوة داعش بعد أن أخرجها الجيش العراقي والعشائر والتحالف الغربي من العراق الآن هناك بقايا من داعش أين سيذهبون؟ إلى ليبيا؟ يتطلب وقت إلى الصومال إلى بحيرة شاد هذا هو الملجأ الوحيد الذي يمكن أن يعطي نفسا إلى هذه المجموعات المسلحة وهي مجموعات مدربة مسلحة مؤمنة بما تقوم به إيديولوجيا وسياسيا والقضاء عليها ليس بصعب وحتى بشار يقول بأن هذا الحرب ستدوم سنوات وليس أسابيع أو أشهر ما يجري الآن وهو إجلاء بعض المقاتلين الراغبين في الإجلاء مع مدنيين دائما باتفاق مع الهلال الأحمر وهيئة الأمم المتحدة ولكن تحتمي ضلط روسيا التي تتحكم في الميدان مع الجيش السوري إذن نحن بقل أن تنظيم داعش ليس موجودا في منطقة الغوطة الشرقية وهو موجود في منطقة البوكمال الغوطة الشرقية يوجد فيها فصيلين هيئة تحرير الشام وجيش الإسلام وهما ليس فصيلين متطرفين بقدر ما أنه تم تغيير جبهة النصر إلى بقيادة الجولالي إلى هيئة تحرير الإسلام لكن السؤال المهم الذي طرحته وهو إلى أين يجب الخروج ليست هناك منطقة آمنة لخروج المدنيين وحتى المسلحين ثم أكثر من ذلك فالنظام بشار الأسد ومعه القوات الروسية تحاول خلق معابر آمنة ما يسمى في لغة القانون الدولي الإنساني لكل وار ويمانيتا معابر آمنة ستتحكم فيها وبالتالي بإمكانها أن تصنف المسلحين وستعملوا على تصفيتهم إذن بقي دقيقة واحدة أريد أن نتحدث هل من أفق إلى الآن لحل سياسي أو على الأقل وقف القتال كهدنة إنسانية لثلاثين أيام لا يمكن الحديث عن هدنة إنسانية لماذا؟ لأننا نتذكر أنه وفق تفاهمات مصرية روسية في 2017 كانت منطقة الغوطة الشرقية تدخل في خانة خفض مناطق خفض التصعيد عندما استكمل بمباررة روسية برعاية روسية وبرعاية إيرانية تركية وخارقتها روسيا وخارقتها روسيا إذن فكما قلت أن روسيا تتبجح بأنها ترغب في أن تكون المنطقة مسالمة لكن في باطن الأمر فهي تحاول قدر إن كان السيطرة عليها لماذا؟ لأن تحاول وفق أجندتها العمل على إيجاد وضعية مهمة لها في منطقة الشرق الأوسط تقاسم كعكة السورية في المنطقات ثم إبراز دورها كقوة جديدة في العلاقة الدولية شكرا لضيفي الكريمين على كل هذه المعلومات التي تفضلتم بها شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نتقل بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر